جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بازاني رفضه تجديد ولاية رئيس الجمهورية الحالي برهام صالح فيما اشار إلى أن سيناريو 2018 لن يتكرر في إشارة إلى عدم تقديم أكثر من مرشح كردي للمنصب وقال القيادي بالحزب ماجد جينغالي أن المكون الكردي جاد بالذهب إلى بغداد بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية بديلا عن صالح موضحاً أن اعتراض البارتي على الأخير لا يعني أن المنصب من حصاته رغم أنه استحقق فرضته نتائج الانتخابات وعترك جينغالي لابو مفتوحة نمام تفاهم مع الاتحاد الوطني لتقديم مرشح بديل عن الرئيس صالح وهو ما قد يكون خياراً مقبولاً أو متفقاً عليه بين قيادتي الحزبين الكرديين وبما يقطع الطريق على تصويت سلة الواحدة للرئاسة الثلاث بوجود فيتول البارتي على عودة الحلبوسي لرئاسة البرلمانة اشتركوا في القناة